بسم الله والصلاة والسلام على شفق خلق الله سيدنا محمد أهلا بكم استكمالا لمقرر 102 فيز اليوم إن شاء الله حنبدأ في شابتر جديد شابتر نمبر 5 Mechanical Properties of Materials Mechanical Properties of Materials هي الخواصل الميكانيكية للمواد I have to cover the following points Stress and strain Youngs, Medules, Elastic, Plastic Behavior, Hawks, Law نبدأ الأول بالسترس السترس ده هو عبارة عن الإجهاد Stress, Intensity of the Internally Distributed Forces يعني هو قياس لكسافة القوة الداخلية الكلية طبعا العاملة داخل جسم الماء تمام عبر مساحة معين طبعا يبه هو قياس لكسافة القوة الداخلية الكلية داخل جسم معين All Component of Forces أو مهي مركبات القوة That Resist a Change التي تقاوم التغير In the Form of the Body في شكل الجسم تقاوم التغير في شكل الجسم أنواع الجسم المف في الكمبريشن في الشير في التورشن في فليكسر طبعا تنشن هي عبارة عن الشد الكمبريشن الضغط الشير القس التورشن اللوي او الالتواء الفليكسر الالحناء الاسترس كالكوليتد باي فورس بير يونيت ايريا الاجهاد يقاس بالقوة بالنسبة لوحدة المساحات القوة لوحدة المساحات يعني الاسترس هو قوة F على A وبالتالي واحدته نيوتنز لكل متر سكوير ابلائد فورس ديفايد باي The cross sectional area of the specimen يعني القوة مطبقة مقسومة على المقطع العرضي تمام للمساحة للعينة الاسترس الاسترس يونيت في الباسكال ميوتنز بير ميتر سكوير في الباوند بير سكوير انش وديها عبارة عن يعبر عن الجهات في الوحدة البريطانية بالباوند ثقلي في البوسة المربعة بير سكوير انش بسموه BSI او احيانا تمام كيلو باوند في البوسة المربعة KSI كيلو باوند بير سكوير انش هذا سكوير ودي الانش تمام و الانش طبعا معروفة البوسة 2.5 تقريبا سنتيمتر نلاحظ انه الواحد ميجا باسكال بسوى 1x10 to the power of 6 باسكال وديها عبارة عن 145 باوند بير سكوير انش يبدأ ده عبارة عن وحدة الضغط اللي هو الباسكال في النظام العالمي للوحدات تمام النظام اللي هو المتر والكيلو جرام والسانية وطبعا هناك وحدات كثيرة جدا للضغط في الباسكال زي ما قلنا وديها واحد نيوتن لكل متر مربع في البار والواحد باسكال بسوى 10.5 بار في الضغط الجوي التقني بسموه AT في الضغط الجوي العادي ATM تمام في المليمتر الزئب اللي هو بسموه TOR الر وفي الباوند بسوى مربع اللي قلنا عليها البي اسا كلها وحدات للضغط لكننا نركز على الباسكال والباوند بير سكوير انش اللي هو الوحدة البريطانية للضغط سأخذك مثال وير 12 انش طوله انش 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 مربوط عموديا سلك اتربط عموديا زواير لديمتر 0.1 انش قطره ده قطر في الراديوس وفي الديامتر الديامتر ده القطر يعني انه عنده ادي مساحة المقضع بتاعة السلك ادي الديامتر تمام برمزه بالرمز ار لكن هنا الراديوس نصف القطر ده قطره نصف القطر 0.1 انش وتعرض 100 شيء في الديامتر تقصف مقضع 100 معي الا ما هو الاجهاد الناشئ عن هذا الاجهاد نصف قطره ونصف قطره وهنا مساحة دائرة لأنه سلك دائما استواني بهذا الشكل فمساحة مقضعه كأنه عبارة عن دائرة فمساحة الدائرة باي ار تربيع البي تلاتة اربعتاش من مية سري بوينت فورتين مضروبة فيها طبعا هنا الار هي نصف القطر لكن هو مديني الدائمة ترى القطر يبقسم الواحد من عشر على اثنين تديني خمسة من مية تمام وربحها تديني في الآخر خالص الاسترس عبارة عن 12.739 باوند سكوير انش طبعا لو حاولت بالميجا باسكال حب 87.86 ميجا باسكال سنأخذ الاسترين هو يسمى الانفعال يبقى اخذنا الاسترس الاجهاد سنأخذ الاسترين الانفعال اجهاد يقابل انفعاله اجهاد الجسم يقابل انفعاله اجهاد الجسم يقابل انفعاله وده الرمز بتاعه ابسلون سنأخذ الانفعاله يعني تغير فيزيائي في ابعاد العين سنأخذ الانفعاله استعمل الانفعاله تطبق حمل قوة على العين الاختباريه التطبق استرسيئة استرسيئة بالترسيئات التطبق لانفعاله يحسب النسبة التغير في الطول بالنسبة للطول الاصلي يبقى تشينج ان لنس ان زائر الريجنال لنس الطول الاصلي يسمى تشوه الابسل هو مقدار التغير في الطول تشوه الحاصل في الطول على الطول الاصلي وبدلت L على L انا عندي اخو سلك كذا سيكذا شدته حصل استضالة الطول الاصلي كان L نط هذا الطول الاصلي لما شدتهم الطرفين حصل استضالة ينشره الاقصال دلتا L التغير يعلن Free L هي تشوه الحاصل في الطول الاصلي يجعل L F Final L كسكرة L يجب ان اضافه إلى L F هو L المطبع هو الاصلي هذه الاصلي كانت اجدها في الطول الاصلي بطول الاصلي يجب ان نصليها في الطول الاصلي لما يجب ان اجدها في الطول الاصلي بتنفيه دايمينشن بودي. دايمينشن ليس له بعض. يبقى الاستيرين. يونتس ملهوش بعض. خلاص ابعاد الاستيرين وابعاد الانفعال ليس له بعض. وينيونتس او مليمتر بير مليمتر. يعني هو ان لما الوحدات تعضى في هذه الحالة عادة تكون انش على انش او مليمتر على مليمتر. تغير البعد بالنسبة على الطول الأصلي. النسبة المقوية الاستطالة تساوي الانفعال في 100%. شكرا لكم.